اذا عندك ايباد وتبي تحليله اذا كان طالب بالجامعة وتنوت بالايباد الضروري تشوفوا ان هذا الفيديو تنشرون حتى كل الطالب اللي راح يدرسونا الحين اونلاين اذا تحب تكنولوجيا والتصوير والسوشال ميديا لا تنسطلق سبسكرايب وتعطينا لايك وخلونا نبدأ مع بعض في شرح ميزة سكريبل الموجودة في ايباد او اس 14 اللي راح تخلي تعاملك مع القلم وايد اسهل التطبيق كله راح يكون في قلم مو ماكس خلونا نشوف مميزات هذا الشي مع بعض بداية كيف افعل سكريبل لو اروح اقل نوت واضغط على القلم راح ادقى الحين في عندي ال A هذا وفي عندي القلم العادي وهني الثلاث نقاط الموجودة اذا ضغطت عليها اقدر راح اقوله Pencil Setting وهني اشوف ان ميزة سكريبل انفعله واقدر اجربها راح يعطينا اكثر من تست وحاليا تدعم اللغة الانجليزية عندي في الجهاز طيب شون الحين يضافه اضافه انك انت تقدر تسوي بعض الاشكال مثل ما احنا شايفين وراح يفهم طريقة الشكل هذا شون صايره او شنو الشكل انت قاعد تسويه سواء دائرة سواء مربع وغيره من الامور راح تساعدك وايد لما تدون النوت رقم ثلاثة او types of bin احنا شرحناهم اللي هو القلم هذا ما الكتاب راح نشوفه والقلم العادي رقم اربعة copy as text يعني شنو يعني انت لما تكتب مثلا شي خلنا خلنا اكتب لكم اثلا hi this is اثلا ماجد اوكي لما تبغط ضغطة واحدة او ضغطتين راح تبدأ اتحدد التكست لما تبغط مرة ثانية ضغطتين تك 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 راح يحدد لك النص كامل وتقدر بعد تغير الخط اللي فيه تقدر تقولها بعد مرة ثانية double click اقولها مرة واحدة اقولها copy as text يعني شنو copy as text لما تروح اي مكان الحين تقدر تقولها paste hi this is ماجد وصوى لك paste على الشي اللي انت كتبته وهذه ميزة وايد وايد حلوة انك انت تقدر تنقل كل اللي كتبته بعدين كتكست مطبوء حق الكينوت حق البرزنتيشن عندك وغيرها ممكن الدكتور يقول لك ارسل الهومورك على الايميل انج ماجد وكتبه عندك على الصبور وانت نقلته تمام وقال لك مثلا وقال لك انه batcher مثلا tomorrow مثلا اوكي at 9 pm انك تسلم الهومورك هذا الحين راح تلاحظون انه حط لي خط تحت الايميل كذلك حط لي خط هني يعني شنو؟ يعني لو اضغط هني واو راح يفتح لي الايميل وكذلك اقدر اقول مثلا هني على طول اكتب ماجد هومورك مثلا اوكي اوكي اه هاي this is the اذا كتبت غلط اقدراش اخبط شدي this is the هومورك مثلا اوكي فعلى طول اقدر ادز ايميل او يقول لي مثلا بكرة تسليم ساعة 9 اضغط عليها واحدد event اقول لي create event واقول لي عنوان الهومورك تمام؟ واكتب الاوقات واكتب اذا كنت ابي اي شي ثاني واقول لي add حق الكالندر اللي عندي فميزة وايت قوية كذلك تقدر تكتب مواقع مثلا كبراتي dot com اوكي فنفس الشي اذا سكرتها الحين راح يحط لك خط عليها لحظة فمجرد ما اضغط عليها راح يفتح لي موقع كبراتي كذلك هنا لما تاخذ حرف الاي مثلا اذا بتكتب شي مثلا تقول له hi how are you doing today اوكي فعلى طول حط لي اياها اذا انا هني شوف كتبت hi بغيت اكتب how فانا كتبتها غلط اقدر اتخفض شدي يمسحها واقدر احط مسافة شدي وابغط مدة تك زاد لمكان فبكتب له how اوكي راح يكتب لي اياها بعدين راح يرد لي المساحة اذا بشبك كلمتين مع بعض بس اصوي شدي راح يشبكهم اذا بفصل كلمتين اسوي شدي راح يفصل لي بين اي كلمتين او يرد لي اهم فميزة وايد حلوة مرة تكتب مثلا discount مثلا اوكي فحط لك اياها بروح فانا ابي افصل هني افوا ارح اقوله back ابي افصل this ابي اشبك discount فانت تقدر نفس الشي اي شي تكتبه غلط ممكن تشطبه تبي تحدد شي تسوي شدي حددته تسوي شدي حددته تقوله copy وايد 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 حلوة كذلك التحديد اهني انا سويت لكم مثلا هذا النص لما تضغط مرتين تحدد كلمة او مرتين مرتين يتحدد سطر تقدر تمسك وتحدد الكلام كله وبعدين تقوله copy as text وبعدين تنزل تحت واذا انت بتحبرة مثلا شوفوا حط لكم كل شي اهني واذا كان في اي اخطاء تراجعها بسرعة مثلا don't tell me anybody about that tip مثلا تقدر تشكل او تسفح او تمسح مثلا يعني تقدر تسوي وايد اشياء طبعا حتى البرامج اللي هي notability وغيرها راح يدعمون الميزات في scribble بس اتوقع يبيهم فترة علما يبرمجونها كل مكان تقدر تستخدم scribble مثلا اهني instagram اذا طول راح يحط لك برامج انستجرام او بالسفاري مثلا دخلت على السفاري وقلت له مثلا ابي اسوي register login شوفوا هني مثلا بتسجل باي مكان خلاص على طول يعرف مثلا الزعابي مثلا اوكي الايميل نفس الشي الخط فيلم طبعا dot com اوكي فعلى طول كتب ليها اذا في غلط تقدر تمسح وتكتب مرة ثانية مثلا gmail dot com فضبط ليها اقدر هنا اقول لسيرتش او اشغل الكيبورد والكيبورد حلو فيه مثلا خلني اروح حق الستة هنا اقدر اقول لنفس الشي احضر كويت اقول لها ادرس مثلا اه صلي بخات اوكي اه بلوك 1 مثلا سوري تمام واقدر اكمل بها الطريقة اذا ما ابي الكيبورد اقدر اخفيه اقول له اهن يقو خلاص راح يروح حق المكان اللي انا قاعد يسوي لها سيرتش اذا حلو انما تكتب هنا يعني مشرط التزم داخل الفيلد هذا مثلا تقدر تطلع برا عادي ما عندك اي مشكلة نفس الشي هني ادرس مثلا بقول له كويت مثلا اه بلوك شوفو 1 اه house 19 اوكي فعلا طول راح يحط لي اذا صارت فيه عندي غلط راح يقدر اشطب فتقدر تكتب حتى برا الفيلد ما عندك اي مشكلة طبعا ليش قلت قلم موماكس انا قلم موماكس تقريبا نصف سعر القلم ما الابل يسوي كل شي مثل ما احنا شفنا مع بعض حق الدراسة ممتاز جدا اذا اولادك تبت تشتريهم قلم بدان ما تشتري ب40 ولا 50 تشتري هذا ب19 دينار راح نسحب على خمس اقلام كذلك عندي خصم تحت هذا الفيديو تقدرون تشوفونا يعطيكم 10 بالامية على هذا القلم الممتاز اذا شفت هذا الفيديو بعد فترة و احنا ارد يسحبنا الخمس جوائز تقدر تستفيد بخصم 10 بالامية مقدم من كفراتي حاطيت لكم الكود بالدسكريبشن تحت الفيديو اذا تحب سوالي في الايباد لا تنسى مرة ثانية اقولك تشترك في القناة تفعل زر التنبيهات كذلك تعطينا لايك و كومنت ابي اسمع رأيكم بالميزة هذي تقدر تشوف ايضا حل الايباد كان لايف في انستغرام و رفعته لكم على اليوتيوب شوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته